أقامت جامعة العلوم والتكنولوجيا حفل استقبال الطلاب الجدد والمقدر عددهم بألف وثلاثمائة طالب وطالبة مقسميل على 12 تخصص بمن فيهم الطب البشري وفي بداية الحفل رحب الدكتور عبدالغني حميد القائم بأعمال رئيس الجامعة بالطلاب الجدد المنظمين لأسرة الجامعة متمنيا لهم عاما دراسيا حافلا بالجد والاجدهاد والإبداع والتميز حاثا إياهم على المشاركة الفاعلة في مختلف الأنشطة والفعاليات التي تقيمها الجامعة والتي من شأنها سقل مواهبهم وقدراتهم وشدد على أهمية الالتزام بلوائح وأنظمة الجامعة والمحافظة على ممتلكاتها حتى تتمكن الجامعة من تقديم أفضل ما يمكن لطلابها هذا وقد تخلل الحفل عدد من الفقرات الغنائية معبرة عن فرحة الطلاب بالعام الدراسي الجديد نالت استحسان الحاضرين